الحداوة يوضع القرادة فوق نقطة دي الجزاء امام الحارس الحداوة يستعد باش ينفض ضرب الجزاء اعطى الحكم الاشارة الحداوة يتقدم ويشجيل واحد وصفر لفائدة المنتخب الوطني المغربي هدف ديال الحداوي في الدقيقة سعود وعشرين من بداية الجولة الاولى الحداوي كما تشاهدوا بكل هدوء يسجيل في الركن الايسر بحيث ان الحارس الايك واكونيتي يتبع الكرة فقط باعينه اذن واحد وصفر لفائدة المنتخب الوطني المغربي بعد مرور الان ثلاثين دقيقة على بداية المقابلة خمستاشر مقافحة على نهاية الجولة الاولى واحد لسفر لفائدة المنتخب الوطني المغربي كورة عند المدافع الاوسط الحكم سبق على دربة خطأ نفدات بسرعة عند الرقم مربع تاش باسكال تمريرات دخل الحداوي وحدان كورة والحكم تعلن على ضربة خطأ لفائدة اللاعب الحداوي لأن المغربي واحد لسفر لفائدة المنتخب الوطني وجم الجان يمنع عند البياز البياز داز على جزء المدافع انت مرة ممتازة عند فاضي البياز البياز الجان يشتركين خيري فضري مرة عند الحداوي الحداوي ممتازة عند عز بودربال داخل منتخل الجزاء بودربالات يقداف ولكن يستعمل الرجل دياله المدافع الاوسط تيضع الرجل امام الكورة في وقت لي قدفتها تضرب الكورة في الرجل دياله المدافع الاوسط وتيضع المرمى دياله من هدف آآ جوانوني عزيز قد فع ارضيات دخل المدافع الاوسط تدخل الحداوي دفع الكورة من الخلف لكن تمكن منها دائما اللاعب ديال كو ديفورس ترجع على الحداوي مخرجاش دائما الحداوي محافظ على الكورة ممتازة وكان هناك خطأ خطأ امام اعيون الحكم حكام بدون شك قد يستعمل مرة اخرى الورقة الصفراء عزيز قد فع ممتازة ديالعزيز تدخل المدافع الاوسط وتيبع الدورال الشرق شرق فائدة المتخب الوطني المغربي عزيز دلمي دلمي مره ومتازة ديالدلمي عزيز بودربانا في جهة اليسرى اللي غاديح البشير مرار تدخل المدافع الاوسط تدخل حرص الكورة لزاوية فيمكن تشاهدوا بان الحكم مرة اخرى ما زلت يشير اللاعبين باش ينفذوا دربة مرمى نفذت دربة مرمى مجوم لفائدة منتخب كودي فوار تمرينة في الوسط تدع الكورة تمكن منها الحدة واللي بعدها تدخل حرص الزاوية زاوية لفائدة منتخب كودي فوارت نفذت بسرعة تميرة عالية الزاكي بكل سهولة تسلم الكورة لعند خيري خيري تدع للكورة ولكن تجي احد المدافعين وتمر الكورة تجي عزيز بودربانا حيث يرمي ثلاثة ديال اللاعبين تدع للكورة تدخل المريس وتيبعد الكورة للشرط تجي الظاهر الأيمان وتكمل الكورة للحريسة ألين جوانوني نفسه للمريس 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 ذلمي لحد داوي لحد داوي لعند أم الله عزيز حسن فاضيل عزيز أم الله أم الله ممتازة لعند حسن فاضيل تدخل المدافع الأوسط دائما الكرة عند المنتخب الوطني أم الله ممتازة في الجيال يومنا عند عزيز عزيز داز الجيال يومنا بإمكانه باش يمر بالفعل تمرار ممتازة ولكن تضرب أخيرا في أحد المدافعين تتخرج الكرة للزاوية خيري ولغي نفد الزاويات يقداف الكرة عالية لمريس لمريس يقداف ولكن القطفة دياله بعيدة حريس زك المنتخب الوطني تلعب بخمسة ديال المواجمين وهذا شيء ضروري لأن الوقت حال هذه المناسبة وضرب الجزاء ضرب الجزاء بالفعل لأنه حاسن فاضيل مشاب الكرة الحارس قامم وحل وحده هو أن يسقط حاسن فاضيل من الخلف ربما سيشاهدون هذا من خلال الإعادة التي ستتبعونها الآن الجمهور بطبيعة الحال مع الفريق الوطني لاحظوا الإعادة الآن حاسن فاضيل تمكن من تجاوز المدافعين قاممه الحارس داز الحارس وهذا دخل الكرة ومشال الرجل دياله وسقطه وهذا شيء عادي حيث ضرب الجزاء واضحة تماما وذلك لحاكم ما ترددش يعلن على ضرب الجزاء وذلك ضرب الجزاء اللي صالح المنتخب الوطني اللي جات قبل نهاية المقابلة دي بستة وعشرين دقفة كان يعلن عن ضرب الجزاء دي ننتظر الآن المرة أخرى لحد دوي ولغا يقدف ضرب الجزاء يستعد اعطاه الحكم الإشارة قضيف ولا اكتضي اي 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 هادي اللي الحدو ما متفقش تماما على هادي بهالطريقة هادي لا 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 فرصة تفهد فرصة بحال هذه ما خلصة تضيع تماما فرصة تمينة تضيع فرصة تأول تضيع اذا اما الآن خلصة نبدأ من جديد خلصة نبدأ من جديد الآن اكاكوانوني تمكن منها رقمة سبعة قادي زهوي تميرة ممتازة في الجيه اليوم عندنا رقمة تمانية بن صالح بن صالح في سراع الكرة مع المريس داز علم رئيس كرة خطيرة داز والحكم تعلينا لدربة خطأ كانت تكون خطيرة بحيث ان مرد تدخل حتى اللاعب رقمة تمانية بن صالح كانت يبحث على ضربة جزاء حكم عطل اشرة باش تنفت ضربة خطأ قد فات قد فى بعيدة تتمشي مباشرة تتمشي مباشرة خارج خط المرأ اذا ضربة مرمال فائدة المنتخب الوطني دازل الجيه اليسرى لعند الامريس الامريس يرفع كرة عالية تسبدلها المدافع الاوسط فاضيل اما الله حسن فاضيل تحول بشيرة واغ تيجي اخيرا احد المدافعون تبعاد الكرة للزاوية دادية المنتخب الكوديفوار تشكل خطور على مرمال زكي نفدات ممتازة ضربة رأسية تتنزل احد المدافعين ضربة رأسية مرة أخرى دي الحاسن فاضيل تسرع الكرة بين جمعة من لاعبين قد فى مرة أخرى تضرب احد المدافعين الحداوي تيجي اخيرا نرقم عشر والتي نقض الموقف وتيبعاد الكرة تتمشي فاتجاه الضلمي الضلمي خلال الكرة ضربت فى الار تيجي اخيرا تيبعادها فاتجاه المريس المريس عند الغريسي 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 مسلم الكرة الفاضيل مدافع الايمن ولكن هذا الاخير كان راجع الجهة اليمنى الحكم تعالى ضربة خطاء ضد البياز مكاش الضلمي عند عالزي بودربالا عزيزة ايمان فاضيل في جهة اليمنى تسلم الكرة ممتازة في الجهة اليمنى بيمكنه باش يمر هناك تلاتة دي المواجمين تيمرر كرة ارضية مشتل عند الحداوي تيجي اخيرا تضرف احد المدافعين فرصة ضربة جزاء ضربة جزاء ضربة جزاء لان حسن فاضيل في الوقت يبغى يمشي للكرة ضربه من الخلف الحكم يخلي الامتياز نشاهده ذلك من جديد تمريرا تيجي على الحداوي تضرف احد المدافعين بالفعل كان في حالة شرود بالرغم من انه اسقط كان شريده واللي جعل الحكم معلنش على ضربة جزاء نفت شرط عند ضلمي ضلمي عند عزيز بودربالا عزيز خطأ حكم خلي الامتياز كرة عند الغريسي ولكن مرة اخرى ترتكب خطأ بفعيدات المنتخب الوطني عزيز بودربالا الغريسي الضلمي الى جانب كرة يقضف هو عزيز عزيز لعن الضلمي في الجال يسرى الضلمي ترفع كرة عالية تيجي فاضيل وتيجي اخرى الحارس وتحول الكرة للزاوية ولكن الحكام تيعلن على اخيرا تنفذ الخطأ كرة عند الحارس الان كوانوني قد فى بعيدة تصدى الكرة المريس فاضيل امان الله امان الله عند حسن فاضيل تيجي احد المدافعين وتيبعد الكرة للشرط اختيار عزيز بودربالا عزيز بودربالا دفعه من الخلف ضربة خطأ لفعيدات المنتخب الوطني كل اللاعبين بدون سيتنا ديال منتخب قد فور امام المرمى عزيز بودربالا والي غدين الفيد ايضا اللاعبين ديال منتخب الوطني كلهم داخل منطقات جزاء بسيتنا الضلمي والمريس عزيز والي غدين قدف الحاكم تيطلب من اللاعبين باش يعطوا المسافة القاملية العزيز بودربالا عازي تيقضي في الكرة عالية بسهولة في يد الحارس الشلطات تنفض منطرف المريس الغريسي امالله امالله اختار الكرة مراد ممتازة امالله بودربالا بودربالا الجيال يمنى عند فاضي الحداوي امامه تيرفع كرة عالية بعيدة تمكن منها انزلات عند الغريسي مراوغة ديالغريسي التي قدف تضرب احد المدافعين ولكن الحكام ما عفتش نعلن نعلن ان ضربت خطاء في عيدات المنتخب كود ديفوار هان غاليوقع تغيير 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 ديال هاد لحظة تيكون فقط ليذي بحالوقت سبورة الميدان تشير الى دقيقة وربعين ثانية سوف يدخل الى رقم 12 لينيون سوف يخرج قادي سوف يرجع الكرة بقدم دياله موراد الظلمي 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 لعند المريس ما كيش روضي مرر تمريرها بالفعل عند الظلمي عند البياز البياز يقداف يا سلام يا سلام على البياز البياز يشجي الهدف من الروعة بمكان باعتمرها دياله الظلمي وحصي كان مفجأة لانه كنا عشنا على احصاب طريقة دكية حاول الربح اكتر ما يمكن من الوقت وكترن هادا تمكن تعصيب العناصر دي المنطقة الوطنية ولكن هادا الاسابة هادا كانت مفاجأة وهدية من اللاعب البياس للجمهور لحج يوم بكثرة وبكثرة منذ تقريبا تماشي قد ينهار والمدرجة دي المركب ريادة محمد الخامس كانت مملؤة عن اخرها وتلاحظ ان الجمهور الى كان ممكن مخرج دي المباراة يعطينا واحد لمحال هذا الجمهور هذا الواقع انه هادا عرص ريادة تنعيشه الان هذا الواقع هادا ممكن انتقال هادا لحظة هادا دائما تلعبو الوقت الضائع البياس سيبعاد الكرة افتجاه حسان فاضلت دل احد المدافعين تجي اخيرا رقم ستة اللي هو ديابي تكمل الكرة الحريس فهي لكان البياس اهدا هادا